وإلى الشأن السوداني في صحيفة العرب حميتي يعرض مبادرة لوقف القتال مع السناف مفاوضات جدة عرض قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديجلو حميتي مبادرة لوقف القتال المستمر منذ ثلاثة أشهر من خلال تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات مسلحة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في البلاد وذلك تزامنا مع عودة طرفي الصراع في السودان إلى طاولة المفاوضات في مدينة جدة السعودية أجبرت الهزائم الميدانية المتتالية والثقيلة التي تكبدتها أيضا تكبدها الجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم السريع خاصة في العاصمة الخرطوم وغيرها من المدن على العودة إلى طاولة المفاوضات في جدة بعد اعتقاده بأنه غير قادر على حسم المعركة عسكريا وأن إطالة أمد الحرب لن يكون في صالح قواته التي خسر منها الكثير بين قتيل وأسير ومنشق عنه انضم إلى قوات الدعم السريع وقالت مصادر بالحكومة السودانية مساء سبت أن ممثلين عن الحكومة وصلوا إلى مدينة جدة السعودية لسناف المحادثات مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يدور بينها وبين قوات الجيش قتال منذ ثلاثة أشهر وأتت هذه التطورات غدت بيان سعودي أمريكي تعهدت فيه البلدان بالتزامهم المشترك بإنهاء الصراع في السودان وفق الصحيفة